اشتركوا في القناة هنا نقطة صفرية في الصفر هنا عندي المصدر 2 إلى 12 فولت هنا عندي موصولة إلى الأرض فيه 10 كيلو اوم هنا لود وهنا عندي 2 كيلو اوم هنا عندي SI وهنا عندي G كيف يمكننا أن نتعامل مع هذه الفكرة على هذه الصورة إذن وضعت بهذه الصورة انتبه أنه عندي أنواع مختلفة السيليكون أتذكر أنه 0.7 فولت هنا 0.3 بال 10 فولت إذن اشتركوا في عملية التحليل أتذكر هنا لاحظة عندي بهذه الصورة ونطلب عندي فيها الصفر إذن فيها الصفر أستطيع استخدام فكرة ثبنا إذا أردتها فيها الصفر تساوي اللود أين هو اللود الرئيسي هو عندي 10 كيلو سأضحها بعشرة لأنه عندي أيضاً هذه 2 كيلو 10 كيلو تعني قبل ذلك أن أكتب فيها R2 على R1 زائد R2 مضروبة في الفرق في الجهد R2 كما قلنا صلاحة هنا 10 على 2 زائد 10 مضروبة فيه هنا دعونا لاحظنا ماذا سنقرأ هنا فقط 12 حين فرق الجهد سيكون في الوصل هنا عبر 12 ناقص لاحظون عندي 7 بالعشرة زائد أضع القوس بهم جداً عزيز المتعلم أنه حياة كثير من الطلاب يقول لك 12 ناقص 7 بالعشرة زائد 3 بالعشرة فيحصوا عنده النتيجة خاطئة و يعني أنا هذا من خلال تدريسي لماذا لاحظت هذه الأخطاء بكثرة مع الطلاب زائد 3 بالعشرة إذا 12 ناقص واحد طبعاً كل واحد إذن سيسمو عندي هنا بلأنه 10 كيلو 10 كيلو إذن 10 على 12 كأننا نقول 10 على 12 ضب 11 عالجة في الآلة الحاسب عزين المتعلم تجد أنه طبعاً ساوي V0 إذن V0 يساوي 9.167 مولد لاحظ هنا عطاني هذه الشبكة الآن قال لي أيضاً أن أجد مرة أخرى طلب إلي أن أجد فيها الصفر لاحظ هنا عندي 10 فولت هنا أيضاً الشبكة وموجودة 10 فولت لم يقل لي مثلاً هنا لم يقل لي أنها موصولة بهذه الصفر إلى الأرض كان عرفت أنه إلى الصفر فأحسبت مباشرة هذا أيضاً الأخطاء التي لا ينتبه لها الدارسون لمادة الدارات الإلكترونية هنا هنا ما الذي يجري أنها موصولة إلى 10 أيضاً إذن ماذا نستطيع أن أقول هنا ماذا أغصي؟ إذن لا وجود لأنا أريد أن أعرف أنه هنا بهذه الصفر أريد أن أذهب إلى أن أقول هذا الموجود لا وجود لفرق جهود لا وجود لفرق جهود الجهود يعمل على جعل الدايود في الوضعية ON إذن لن يور سأليني الشورت سيركت لا وجود لعمل تيار بهذا الإطار إذا ما نستطيع نقول أيضاً هنا إذن المطلوب عندي الفيرو الصفر ماذا أستطيع إذن تكون بهذه الصورة مباشرة إذا من هنا إلى هنا يكون الفرق إذا نبيع الصفر تساوى عشر قوت بالنهاية أرجو أن يكون فيديو قد أفادكم لا تبخوا لي بعمل الشيء واللايك اشتراك في القناة كتابة التعليقات طرح الأسئلة مرة أخرى أشكر لكم حسناً استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر